هذا هو كتاب المقدس سوف أتغير باسم الرب يسوع سوف أتغير كل شعب الله يقول يا رب الآن أنا أصلي باسم يسوع بأنك أنت تأتي بكلامك الآن وتكسر كل نير وتزيل كل حمل عن الأكتاف الآن باسم المسيح تعال الآن يا رب وتكلم إلى كل واحد فينا تعال الآن أيها السيد واملأ بالروح القدس كل شخص موجود في هذه القاعة انزع كل تشويش انزع كل عدم إيمان باسم الرب يسوع أعز نعلن الروح القدس حال في هذا المكان للنهضة للحياة وللحرية باسم الرب يسوع المسيح ولكم أن كل شكر في هذه الكنيسة كل شعب الله يقول آمين سمامين فضلوا مجدا للرب من فترة وأنا أتحدث عن التلاميذ وهام جدا يا أحبائي بأننا نتحدث عن التلاميذ والله من فترة عطاني إعلان رائع بالنسبة لهذا الموضوع بأنه الرب يسوع لم يصنع تلاميذ وهذا اللي الله بدو إينا أنه نبلج نفكر فيه ككنيسة والآن كأشخاص سبب نجاح الرب يسوع في إقامة أشخاص ولاحظ الآن لما عم بيحكي عن هيدول أشخاص عم بيحكي عن مين هيدول الأشخاص بشكل كتير بسيط لأنه تتعرف أنه بالحقيقة الله ما استخدم سوبرمان الله ما استخدم جونجر الله ما استخدم أشخاص من الفضاء الله استخدم أشخاص طبيعيين لكن بإرسالية غير طبيعية أمين قول معي الله الله استخدم أشخاص طبيعيين بإرسالية غير عادية أشخاص عاديين بإرسالية غير عادية إذن الموضوع الآن ليس من هيدول الأشخاص الموضوع هو الآن من هو إله هيدول الأشخاص الموضوع الآن ليس كيف أنت تريد أن تكون الموضوع كيف يريد الله أن يكون من خلالك وكيف نعمة الله تريد أن تتجلى من خلال كل واحد فينا اليوم من أجل أن تغير كل واحد فينا لأنك أنا وأنت الآن نحيا بالنعمة إننا لا نحيا بالزنب إننا لا نحيا بالعقد إننا لا نحيا بالضعف إننا نحيا بالقوة نحيا بالنعمة نحيا بالإيمان لأنه الآن في أشخاص لربما أنت موجود اليوم في هذا المكان وعليك الآن زنب حسس بالزنب أو لربما حسس بالدينونة أو لربما حسس بالضعف نعم اسمعنا ما أريدك الآن يا أحباء إله الموت ليس يسوع نعم ما سمعتكم إله الموت ليس يسوع إله الموت هو أبليس إله الحياة هو يسوع لذلك الآن الشيء الذي يجيب حياة إلى قلبك الشيء الذي يجيب انتعاش وفرح إلى حياتك هو من الله إذن الزنب ليس من الله ليس هناك دينونة على الذين هم في المسيح يسوع لذلك الآن إله كل نعمة يريد أن يملأ حياتك أنا وأنت لننتهي بالنعمة أنا وأنت نبدأ بالنعمة كل ما نقوم به في هذه الحياة هو على أساس النعمة قول معي على أساس النعمة مجدداً قول على أساس النعمة تجي هذا مآمن اليوم بأنه في المسيح يسوع الآن مخلص فرحان ممتلئ لذلك أنت مش محتاج أن تقوم بأي شيء من أجل أن تنال وعود الله أنت بالحقيقة عليك أن تكون في النعمة في المسيح أي ولا لا أنت تحتاج أن تكون في المسيح تبدأ بأن تكون في المسيح لأن الآن انتصارك على الخطيئة انتصارك في هذا العالم انتصارك على إبليس هو من أجل تقدم ملكوت الله لكن أنت في الملكوت الآن أنت في الملكوت الآن ما تخلي أي حدا يغير هذا الموضوع لأن إنجيل الأعمال لا يعمل أيوة ما سمعتكم إنجيل الأعمال لا يعمل إنجيل الإيمان يعمل إيمان بماذا؟ بالنعمة نعمة أرب يسوع التي تجلت على الصليب الذي ونحن بعد خطاعت جاء المسيح ومات من أجلي ومن أجلك أنت بار مبرر في المسيح يسوع هاللويا أنا ليس سأحدث بار أنا هلأ بار مجدا هاللويا أنا مقدس هاللويا هاللويا مجدا ليسوع إذن أنا عندي حرية الإيمان في المسيح حرية إنجيل يسوع الحياة التي هي التي ستجعلك الآن أنك تصير تجيب حياة أكثر للآخر أنا لأيام الجاي أحب أن أتحدث عن إنجيل الحياة والحياة رائعة الموت مش حلو أبدا الحياة فيها شهوة فيها إخراء الحياة شوف هذا كله حياة تفرح شوف هذا كله موت بتحبط صحي ولا لا الحياة بتخليك تعمل أمور بهذه الحياة الحياة بتخليك تسمر أمين أمين لذلك الروح القدس يريد اليوم أن يملأك بالحياة لبالحياة فياضة مجدا 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 وأشعر بأن حياة الله تسري في عروقي بأن مرتاح مرتاح خيسر بول مجدا مش نيك مرتاح ومطمئن و حاللويا كل شيء بخير كل شيء رائع الله صالح شكرا الله من أجل الأبطال مجدا ليسوة الله يريد أن يعلمك التبعية الله يريد أن يعلمك التبعية وجزء لا يتجزأ من خسارة أشخاص كثيرة في هذا العالم اليوم بأنها لم تعرف بعد مبدأ التبعية أو مبدأ خيقول هيك هذه الكلمات الآن مبدأ أن تكون تحت المسحة أو تستفيد من الغطاء طب هذا كله تستفيد من الغطاء واليوم إذا نريد أن أتحدث عن واحد من التلميذ المهمين جدا أنه نحكي عنهم بالحقيقة مع أنه ليس مهم كشخص لكن نحكي عنه مهم وأن نفهم لماذا هذا الشخص كان ما هو علينا أن نفهم مبدأ الغطاء وأن تكون تحت غطاء تكون مستور بالحقيقة إذا كلمة مفدي بالأصل اليوناني وبالأصل العبري حتى لما بتقريها بالإنجليزية مفدي هي معناتها هيك أو أنك تكون مغطة إذا تتكشف تبرد بس تغطى ومحتاج أنك تكون مغطة والأشخاص عادة لما أنت بتكون مغطة كل اللي بشوفه أنا هو الغطاء نعم ما بشوف شوفيه تحت الغطاء عادة صحيح؟ نعم عادة لما بتطلع من تحت الغطاء ببين مين أنت لكن طالما أنت تحت الغطاء بتكون مستور لا؟ نأذن أنا وأنت نحتاج إلى الغطاء وبعد شوية رح ببقى رح أحكي الآن عن هذا الموضوع أكتر لكن خليز أذكركم أيضا بأن التلاميذ اللي بيجمع بيناتهم هي أنه كانوا أتباع وهذا اللي القاسم المشترك بين كل التلاميذ مع بعض بأنهم كانوا أتباع للرب يسوع المسيح أتباع بكل ما للكلمة من معنى أتباع في حياتهم العامية في حياتهم الجسدية وفي حياتهم الروحية وفي حياتهم النفسية يسوع كان مثال لقالهم في كل ما للكلمة من معنى والرائع أيضا يا أحبائي خائل لك هذه الكلمات أنت لا تستطيع أن تؤثر من بعيد ما عم بسمع شو حدا نعم بقول في هذه القاعة لكن الآن اسمعني شو بيقول لك الآن أنت مستحيل أن تقدر تأثر على هذا النبعيد إذا أردت أن تؤذر رح فرجيك أي ما استقرأ ب بروما وفي أشخاص ما بفهم يعني بالمجموعات الاثناش بقول أنا معكم أنا معكم بالروح بتعلم شو معناتها هذي ماشي هذي واحد عم بتضحك علينا بكم ليه لأنه بالحقيقة هو مش تحت الغطاء أنه أنا معنويا معكم أنت لا تستطيع أوحدا بالنسبة لأله هي المجموعة اللي هو فيه مجرد اجتماع بيجي عليه هو ليست عائلة هي ليست فرح هي ليست مجموعة مع بعض يسوع كان عيش كل يوم مع المجموعة كان يعرف كل شيء على المجموعة كان يحب هذه المجموعة كانت هذه المجموعة تحبه وهو يحبها والآن نريد أن يتحول المجموعات في الكنيسة إلى عائلات في كل ما للكلمة من معنا نعم نعم إذا أنت خارج هذه المجموعات الآن بسرعة مش مهم لأي مجموعة ناس معني جيدا أنا ما رح بقدر إهتم بأشخاص ما بحبهم لذلك الآن أيضا العلاقة بين المجموعة كون مع ناس أنا بدي شجع اليوم أي شخص محتاج أن يكون بأي مكان آخر ترك المجموعة روح غير مجموعة هاللويا مهم أنك تكون بمجموعة تحب تكون معا وتكون عم ترعى بنفس هذه المجموعة عائلة واحدة مهم أنك تأكل من خبز الراب مع هذه العائلة أنك تحب أن تكون جزء من هذه العائلة أنك تنطر الساعة التي تشوف فيها هذه الأشخاص هل تعرفوا أنني أحبا أنطر الساعة التي أتي فيها هذه الكنيسة لماذا؟ سأحب أن أكون هنا لا أحب أن أكون في أي مكان آخر أحب أن أكون مع ناس معي أحب أن أكون أفرح فيهم جزء مني وهني وأنا جزء منهم هاللويا أمين كل يوم بلندن ينصلي كل يوم بكل أنحاء العالم ينصلي لهذه المجموعة لماذا؟ لأن أنا هون أنتمي هناك شيء في هون جزء مني هون من جزء كلني هون هاللويا معي وكل الإغراءات والأمور اللي تقدم لك في كل أنحاء العالم لا تعني لك شيء لانت هون قلبك هون عقلك هون كل شيء فيك هون نا إذا أنت أيضا تنتمي إلى مجموعة ما تشارك هذه المجموعة تحب هذه المجموعة تنتمي إلى هذه المجموعة تصلي مع هذه المجموعة تفتح قلبك قدام هذه المجموعة بتوسق بأنه رح بيصلولك توسق أنه لما بتحتاج رح بيصلولك لما بتكون بضعف رح يشددوك ما هذا رح يمد إيدو عليك ويبالأصبة عليك لما بتكون محتاج لتشجيع رح تتشجع لما محتاج أنك تصلي رح تصلي أنك تخدم رح تخدم أنك تكون جزء لا يتجزأ فهمون وفهمينك بتحبون ويحبوك الله يريد أن يخلق هذا النوع من التلاميذ في هذه الأيام سمعني جيداً مثل ما قلت لك من قليل يسوع لم يصنع تلاميذ واليوم نريد أن نغير هذا المفهوم بحياتنا الآن لأنه التلميذ التلميذ هو فقط الذي يتبع سمعني جيداً الله يريد أن يصنع صانعي تلاميذ لا لا ما سمعتوني ولا حدا سمعني ولا حدا فهم شي عم بحكي أيضاً نعم إذا الآن أنا بدي يعني إذا بتاخد كنائس الآن في العالم فيها ألفات من الناس بتشيل مننا الآن إذا بتشيل مننا ثلاثة أربعة بتكون كثير منيح بعرف في كنيسة فيها خمسة وعشرين ألف شخص في أمريكا وإذا دعينا الخدام طبعاً الكنيسة نحكي معهن عن مبدأ المجموعات بقلب هذه الكنيسة كان في اثنين اثنين نعم اتفجأنا هو وين الخدام هو الخدام وين الخدام هو الخدام نعم كنيسة خمسة وعشرين ألف شخص مبنية فقط على عيزات أسيس نعم بمعنى آخر هذه كنيسة متفرجين في مسرحية تقدم كنهار جمعة واحد حد عم تسمى علي الآن يا أحباب هذه المسيحية اللي نحنا نريدها أطلاقة نعم لأننا لنبني كنائس مبنية على أشخاص نعم مشين هيك الآن نريد أن ندرك بأن بالحقيقة هذه الكنيسة غير مبنية على أشخاص لكن مبنية بالحقيقة على الرب يسوع وأنا كل واحد مننا الآن تلميذ وصانع تلميذ طالب أحدا كله أنت تلميذ وصانع تلميذ أيضا آمين آمين لكن أنت لا تستطيع أن تصنع تلميذ إن لم تكن تلميذ أنت بالأساس نعم إذا أنت لا تنتمي لهذه المجموعة وأنت تحت مية بالمية تحت هذا الغطاء اللي أنا أريد أن أتحدث عنه إذا أنت بخطر أنت بخطر أنك تضل عن السراط المستقيم تضل عن الطريق القويم بمعنى آخر تضل عن الحق الذي يحرر بأنك فجأة تلاحى تعرفوا شو يا حبائي كل خلينا نقول هكذا الآن كل بدعة في العالم ابتدأت على أشخاص ضلوا أشخاص ضلوا إذا أنت تريد أنك تبقى تحت الغطاء القويم عليك أنك تبقى دائما تحت تلميذ تلميذ إلى الأبد لكن تلميذ أيضا يصنع تلميذ إذا أنا أستقبل من الراب لكن أصنع تلميذ وينما روح أيضا في معي دائما أشخاص معي محمي فيهم وأيضا وينما بروح عم بخلق عائلي أيضا أصنع تلميذ في هذه الطريقة يا أحبائي أنا وأنت نريد أن نأخذ إنجيل يسوع إلى كل أنحاء العالم حان أنت تصنع تلميذ في المطعم عندك فارس أنت تصنع تلميذ بالمكان تشتغل فيه هذه أنت تصنع تلميذ بالمعمل عندك كل واحد في هذه القاعة يصنع تلميذ أينما يذهب في حياته في خلال مسيرته على هذه الأرض وهو أيضا بحاجة زيته تلميذ هو أيضا تحت غطاء هو أيضا ينتمي لهذه العائلة عائلة الرب يسوع المسيح أنا وأنت ننتمي لهذه العائلة كم أحبوا الأمين نعم مجدا إذن أنا وأنت إذن ننتمي لهذه العائلة ننتمي إلى العائلة التي تنتصر في الأخ ننتمي إلى العائلة التي سوف تعيش إلى الأبد ننتمي إلى الحياة إننا لا ننتمي إلى الموت ومن خلال أنك تعيش الحياة اللي الله يريدك أن تعيشها على هذه الأرض رح بتصير تلميذ وصانع تلميذ وتقرأ هذا الموضوع برسالة بولوس رسولة تيموساوس يا تيموساوس هذا الإنجيل أدعه بين يديك هذا تلميذ لبولوس أليس هذا رائع بأنه تيموساوس تلميذ لبولوس تيتوس تلميذ لبولوس فليمون تلميذ لبولوس وتقرأ عن هذول الأشخاص اللي كانوا تلميذ لبولوس الرسول أديش كيف يون وفاء ولاء وانتماء وتبعية وبنفس الوقت أوضعه بين يديك بينك أنت توضعه بين أشخاص أيضاً هن قادرين أن يوضعه بين إيدان أشخاص أليس هذا أربع أجل بأي وحدة بتقريها بولوس تيموساوس بين أشخاص قادرين أن يعطوه لأشخاص أنا فيك تقول 12 12 12 أنا فيك تقول 12 144 1200 مبارفة أمي مبارفة أمي فكر فيها الآن لسواني إذا أنت تصنع تلميذ كل واحد صانع تلميذ فكر فيها لساني الآن أن الله أن أرادك أنك بالحقيقة تأخذ غطاء طعام الروحي لا أعمل للطعام الفاني أعمل للطعام الباقي للحياة الأبدية إذا هذه الحياة تسري في عروقك كل يوم إذا أنت تصبح صانع للتلميذ لماذا هذا رائع لك شو محمسين مجدا كيف شرقته من الفرح حللويا 자 MRI هل استعرف كيف يبدأ الأمر يا أحبي يبدأ بينك تصبح راعي لأرؤور ها هو واحد أن تصبح سامري صالح له واحد له شخص واحد المثال الرائع بالكتاب المقدس عن الرعاة هو السامري الصالح هذا أجمل مثال تقدم وفي الكتاب المقدس عن شو الله يريد أن يصنع منك شخص تلاقي ناس كسرين بالشارع ما فيهم شي مجرحين فقرة معطرين تعبنين ما عندهم شي وفجأة تاخده بتحمله تسكب على جراح وشفاء خمر بتنظيف جرحو تحطوه بمستشفى لكميسة وكل ما أنفق قال أنت تدفع عنه إلى أن يقف على الإجراء الآن قال أنت هلأ هيك روح مول لغيرك مثل ما هذا يفعل معك نقول لك سؤالين م staatо هل أحد أحد يفعل معه فقط مناح؟ أقترب reproduك إن أحد يصل إلى هنا وهم يعرف على صغر بمناح أقترب دعيίييييييييي Takте ستأكد نعم ن pet пол بلا sums أشكر نسخي without. ม perceive شخصي على الرحل يفعل معهم فقط حتى يفعل لك نعم أنت أيضا ينبغي إن تفعل هذا كل ما ت bhk بدك تعرف ما يفعل الله طبعاً كنت تعرف مين، أروح مول هكذا أنت مع أحداً. أمين؟ هاللويا، هاللويا، هاللويا. الله لم يصنع تلميذ، هذا أعلى. هذا أعلى. يعني هذا أعلى طوزة. أعلى. فرش. الله لم يصنع تلميذ، الله صنع صانعي تلميذ. صانعي تلميذ. ومشان هيك الآن إنك تصنع تلميذ لما بموت الراعي أو لما بينتهي الراعي بتعرف شو التلميذ أيضاً بنتهو لأنه ما عندهم شي يعملوه الآن لأنه كل حياتهم هي تابعين. ما هيك؟ نعم رائع أنك كون كل حياتك تابع لكن أيضاً تكتشف بأنه أنت أيضاً ينبغي أن تبدأ تصنع تلميذ. همين؟ مجداً ليسوا. الآن أريد أن أتحدث عن التلميذ الرب يسوعي أحباء البسطاء اللي الله استخدمون اللي أنا وياك منسمي متما لتلك كناقسنا على اسمهم منسمي أولادنا على اسمهم منسمي يوم منحلف فيهم في ناس ويعني بيعملو لهم تمثيل ونشكر الله من أجل هؤلاء التلميذ لكن اسمع ليش بيقول لك الآن الله بدي فرجيك أديش أني بوسطاء أديش أني عاديين لكن عندهم إرسلية غير عادية الآن أريد أن أتحدث عن التلميذ أريد أن أتحدث عن واحد من اللي نقون أو نقاهم أرب يسوع ليكونوا تلميذ لكن بالحقيقة كان فيه شيطان ويدعى كلكم تعرفوا من هو شو كان اسمه لا يتسمى يهوز نحن لاحظ هل هناك شيء مرة رأيت أحد اسمه يهوز نحن كل الناس تسمى أولاده بول بيتر بوغوس بيدروس صح؟ بيدو هل هناك شيء مرة سمعت شوارع يا يهوز تسمى أحدا ابنه يهوز ها؟ إذا تعرف أحدا اسمه يهوز أضلني عليه هل يعرف أحدا اسمه يهوز اللي أنا ويديك اليوم لأن أريد أن نكون هذا اليهوز هل تفهم شيء؟ وليس هناك عليك أن تعرف بأن الموضوع لا يبدأ بينك أنت يهوز لا الموضوع يبدأ بينك أنت عندك ميول يهوزية ميول نحو اليهوزة كيف نبالعربي خيطوني؟ اسمعني باي لا يشنقني الله يريد أن ينزع منك هذه الميول اليوم وتبدأ بأمور بسيطة بالحقيقة هذه الميول يا أحبائي تنتهي بأمور عظيمة يهوزة اتنقى بين التلاميذ ولما بتقرأ عن هذا الرجل على فكرة هو أيضا ينتمي إلى حزب الغيوريين يعني بمعنى آخر هو مثل سمعان لما بتعرف عن هذا الشخص لما بتدرس عن هذا الشخص بالحقيقة مثل ما قلتلك في ستة بين التلاميذ يسوع بين 12 في ستة أخوة اتنين 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 أخوة ما هيك؟ والباقي الستة من النفس الضيعة على فكرة من نفس المنطقة كل أياتهم أولاد الحي الواحد أولاد المنطقة الواحدة رايب بيعرفوا بعض شغلين مع بعض بيعرفوا بيل فلان متل خي نصيف بيعرف كل الناس هللويا وينه نصيف وبيعرف فلان هيدا هون بيلوا أمه هونيك ييه هيدا من الضيعة ييه هيدا اللي جاب المحت ليل رفاعة كذا بيعرفوا كل اخبار بعض أولاده الضيعة هيدول كانوا ينزلوا على الحق لألخ نفس ما أخبار الضيعة بس حلو هللويا الضيعة كلها فات في واحد غريب على الضيعة ييه ييه الغريب بفوت دايما بينزع الضيعة لأن الضيعة مبسوطين أهلية بمحلية كل أياتهم بيعرفوا بعضهم البعض لا يوجد أحد يرى حاله على حاله إذا كانوا يشتروا تلفزيون كلهم يشتروا تلفزيون لأنه معقول فلان يشتروا تلفزيون ونحن لا نشتروا تلفزيون من يفتكر حاله وعادة يعني شر واحد شيء بالضيعة الضيعة كلها تشتري وبحكي جد هل تعرف ماذا هذا رائع هذا رائع أنه أيضا اليوم اليوم يعني بأيامنا هذه تعرف ماذا يعني واحد يطلب الرب الضيعة مفروض كلهم يطلب الرب هاللويا إذا من نتبع هذا المبدأ هاللويا لا يغيروا من بعض لكن كلهم الاثناشر واحد ولا ضيعة لم يعد يهوز على فكرة يهوز لم يكن ينتمي إلى نفس الجليل الذي أجل منه وينه جليل لا ينتمي إلى جليل لا ينتمي لنفس المكان الذي أجل منه كلهم لا ينتمي لهذا المكان بالحقيقة يهوز كان ابن المدينة يهوز كان ابن أورشاليم ويهوز كان الوحيد بين الرسل الذي إذا ما نحكي على المنطق البشرة ونحكي على المنطق الفكرة الوحيد الذي يستهى أن يكون رسول أكثر واحد بين الرسل والمعلم يهوز أكثر واحد عنده تأثير بين الناس يهوز لماذا؟ عنده أصدقاء كان مثل مسؤول بالحزب عرفني كيف المنطقة كلها هناك مدعوم عنده صدقات واسعة ومعارف واسعة بتوصله إلى رئيس الكهنة اللي هو كان بهذاك الوقت مثل البطرك أو مثل شيء شخص مهم جدا عنده مدخل على قوة القوة الفاعلة بالبلد عنده باب بقدر يفوت على كل هيدا الأشخاص يهوز كان مثقف كان يهوز معلم كان يهوز صاحب نفوذ كان يهوز شخص هام جدا بالمجتمع إذا بدك بالمنطقة البشرة لا يسوع ينقق كل ياتهم صيادهم سمك وأشخاص ما قالهم أي دخل بالحقيقة وينقق يهوز يهوز ما بيزبط مع البقيين يهوز بالحقيقة ينبغي أنه يكون هو الوحيد رسول بالمنطقة البشرة إذا أنا وياك اليوم نريد أنه نقق أشخاص كان مفروض نقق ناس مثل شخص فهمين وعيين مسقفين معلمين عندهم نفوز مرتاحين لا لديهم مشاكل لا لديهم عقاد ببيتهم لا لديهم مشاكل مدية مرتاح الزلمة الحمد لله وضعه منيح عندهم نفوز كل شيء تمام كل شيء تمام في هذا اليهوز يا أحباقي أن يكون قد اختار أرب يسوع تلميذ لقلو لكن عنده مشكلة واحدة لا يتبع مشكلة يهوز بالحقيقة بأنه عنده أجاندة مخبية ما عم بقصد أجاندة يعني مفكرة تعرفش يعني أجاندة تعرفش ما معنات أجاندة مخبية تعرفش ما معنات عنده أجاندة مخبية حدا فهم علي شو عم بقصد نعم يعني عنده عنده مشريع خاصة عنده أهداف غير معلنة معلقاني يا أحباقي عنده ما بيحكي كل الحقيقة في شي بتلاقي أنه حابب يستغل يسوع مش حابب أن يكون مستغل من قبل يسوع بالنسبة لا يهو زي يسوع كان مجرد درج بيوصل على نفوذ أكتر بالمجتمع لأنه يسوع بالحقيقة كان صاحب نفوذ إذا بدكم لأنه أينما يذهب الناس بتلحقوا صح أليس طائع وينما بيروح يسوع كان في مجموعة يعني إذا كان يسوع بعد ذلك الوقت بدوا يعمل نيب كان كل الناس تنتخبوا صح أم لا نق بنهار واحد طعم عشرين ألف نحنا كم نيب هون طعم عشرين ألف بنهار واحد أليس وعنده مخزون إليه غير عادي ساعة البده بيطعم عشرين ألف شف الناس نق في شي نيب راح شف كل الناس وزار كل المعترين و شو بيكون حلو مثلا نشوف النواب نزلين بين الناس المعترين وعن يشفون وبيصلوا لقلهم بسلموا عليهم بزرون نق يسوع كان محبوب من كل البشري صح لما دخل إلى أورشاليم عمل مظاهرة بالروح بالدم نفديك يا يا يسوع كان أشوف هيك أشخاص بوقتها بس إنك شو كان عبول وشعنا لابن داود مبارك الآتي بإسم الرب ويلا يسوع هلالويا با ذاك الوقت روم أخرج برا لك الشباب لك نصلين على البلد اليوم بعد اجتمام هلالويا يسوع ولا لا ولا أنا غوصان مظبوطة ولا لا يا حبائي يسوع كان عنده كل هذا النفوذ إذ يهوز رائع هذا الموضوع يا حبائي كان بالنسبة له أمر رائع أن يكون من بين 12 أنا بعرفه ما هو أصلا بيعرف كل الأشخاص اللي عندهم وصول أنا بعرف يسوع بمعنى آخر تعرف ما هو يهوز يهوز كان إجر بالبور وإجر بالفلاحة قال لك إذا زبطت مع يسوع أنا مع يسوع وإذا زبطت مع الفرسيين أنا مع الفرسيين أنا مع القوي مثل ما كم حزب هون ببناء مع الواقف عزري هاللويا مين بيطلع رئيس معنى صاحبه على كل أحوال موسيلم بالنسبة له هذه كانت تدعى سياسة يا أحبائي مع يسوع لا تنفع المسايسة يا أما أنت مي بالمية معه يا أنت لست معه هاللويا من أراد أن يتبعني فل ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني كل من لا يترك أبا أما أخا أخوة زوجة أراد أولادا من أجل من أجل الإنجيل لا يستحقني هذا هو يسوع إن لم أكن ربا على الكل فلست أنا برب هذا هو يسوع أنت لا ينفع أنك تكون نص يسوع والنص البيئة في هذا العالم لا ينفع أنك تضلك بين البور والإفلاحة لا ينفع أنك تضلك ماشي بالوسط إن أخطر طريق ممكن أن يمشيها الإنسان في هذه الحياة هي في الوسط ناس ما يعنيش هاي ذا لين إذا أنا وإياك اليوم ماشيين بحال أوتوستراد وإذا فيه أوتوستراد وما فيه هادي الليل زي موقع بالنص سيب سموه هادي الليل هذا الحاجز بالنص وفيه طريق روحة ورجعة طريق أتوستراد روحة ورجعة بتعرف وين أخطر طريق تسوق بالنص بأنه الرايح رح يكلها والجي رح تكلها على الحالتين رح بتضلك مهبّج من الناس ليه؟ لأنك ماشي بالنص الرب قال أفضل لألك إنك تكون حار أو تكون بارد إنك تكون بارد منعم لك حار مش مشكلة ها؟ لكن إنك تكون فاتر الكتاب يقول إنك بمعنى آخر ماشي بالنص قال سوف أستفرغك من فمي شو بيش على الكلمة بنتك ببزأ لا مش أنا لقلت تعملت أفضل لألك قال أنت اللزل مشكلة الأشخاص اللي هن بالنص بيفتكروا حالهم حارين مشكلة الأشخاص اللي هن بالنص بيفتكروا حالهم أسكى من الاتنين إنه أنا قال استقرأ ب رؤية يوحنى بتقول قال 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 أنت تقول بأنك كل شي تمام غني وعندك كل شي قال أنت باقس أعمى مسكين عريان مفتكر حالك عم تشوف أنت أعمى مش شيف شي مفتكر حالك غني أنت باقس مسكين عريان قال الأفضل لألك إنك تشي تشتري كحل لعيونك حتى لتشوف لأنك أعمى مش قادر تشوف نعم والدليل إنك مش قادر تشوف يا زكي ماشي بالنص تسايس السياسة لا تنفع مع الرب يسوع المسيح إنك تتزاكع على الله لا ينفع هذا مع الرب يسوع المسيح تقول إنه أنا أنا مؤمن إذا صدقوا هول الجماعة منطلع عالسمة إذا ما صدقوا نكون جبنيها هون فرحنا شوي عالأرض هليلويا ما هيك هناك أشخاص عند هذه السياسة إنه أنا أخي أنا عندي أوكي صلي صلي شو بدأ كيني صلي قل معي يا رب يسوع يا رب يسوع تعال حيات تعال حياتي هليلويا ماشي الحال خلاص سهي آه مبروك هليلويا أمان يا أخي شو بدكم نهتين نهار تشوفوا عم يعيش بالعالم يا أخي شو بيك يا أخي بل كما صبت التابة ديك إنه منطلع لا منطلع لا من دي ولا من دا يعني ته إنه ما نعرف يا أخي ما نزبط حالنا شو بها إنه هلا أنتو ما تاخدوه كتير جدية كمان سمعت أشخاص أنه ما تاخد كتير جدية إنه الإيمان إنه لاحد الجمعة صلي هليلويا من نحن كلنا منصلي جوندي بتصلي أكتر مني كل يوم بصلي أنا شوفنا عم تصلي يا إيش بصلي أنا يا إيش بصلي ما تصلي أكتر مني أشخاص تسيس في هذا الإسلوب هذه اليهوزات يهوزاها تعرف ماذا سوف ينتهي بك الأمر سوف ينتهي بك الأمر مشنوقا على شجرة لأنك خسرت كل شيء بالحقيقة خسرت الدنيا وخسرت الآخر وطلعت من دون أي شيء تعتقد نفسك زكي سوف تنتهي مرير مضطهد من أروح شريرة ميت قال يهوزا يهوزا يا أحبائي عنده شيء أيضا غريب أنه ليس فقط مسيس ليس فقط شخص يريد أن يسيس لكن شخص في قلب المجموعة ينخر في المجموعة يرمي بزار فتنه دائما بالنص انقسام بين التلميذ يريد أن يهيج التلميذ على يسوع يسيرهم هذا هو يهوزا شغلة يهوزا دائما أنه هو في الداخل لكن لا يظهر بكب أشيء عنده منظر روحي لكن غاياتها تضليل البشر هذا هو يهوزا يهوزا يتكلم بمنطق روحي عميق كيف تسمع لي يتكلم بمنطق روحي يعني تصير تقول أنت يا خي ما وحق الزلمة أنه لماذا كلهم ضده لماذا كلهم ضده ليهوزا طيوب يهوزا يهوزا تحبيبي ما حدا فهمك أنت طيوب يهوزا لماذا أنتم ضد يهوزا ولو مرة نحكم شاربي قال يهوزا بالسماء يهوزا الرب سامحه وطلع السماء خي هذه لكن لا أعرف إذا نفس السماء اللي أنا رح أطل عليها بأي سماء ما بعرف بس أنه أطلع هذا بيفهم أكتر من يسوع يسوع سمي ابن الهلاك يسوع سمي الذي دخل فيه شيطان يسوع سمي الأفضل اللي قاله هذا الشخص بأنه ما كان خلق قال هو طلع السماء أنه شو عمل اللي معتر يهوزا لماذا أنتم قيمين الأيام الإنجلي على يهوزا يا خي ما أعرف كيف تصير تعمل أنتم هؤلاء الأشخاص معقول ما لديكم محبة ما لديكم ما لديكم حني لها اليهوزا أنه يهوزا لو اعتنيت فيه شوية صغيرة كنت لها عدم المشكلة يا أحبائي ليس بأنك تعتني بيهوزا المشكلة بأن يهوزا يمتلك في داخله أطماع لا تنتمي إلى يسوع هذه المشكلة بيهوزا ليس شخصيته ما يوجد في قلبه الشيء الغير معلن يهوزا شخص يلبس قناع يضمر غير ما شو موجود شو بتشوفه يهوزا شخص يمكن لما كان يسوع يوعز أكتر واحد كان يقول هاللويا لا 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 إنه منتعش، هو دائماً يريد أن يفعل أمور كثيرة، لكن في داخله أجندة مختلفة، أطماع مختلفة، أفكار غريبة وبنفس الوقت من تحت لتحت بيرمي فتن بين الأخوة يا أحبائي واحدة من الأمور المبغوضة لدى الرب، اذهب معي إلى أمثال هناك شيء يخرج، هناك شيء يخرج، هناك شيء يخرج، اهتف حليلويا شكراً أمثاله لصح السادس أخبروا أحداً يقولون أن نشكر الله أن تذهب إلى الهوزة أقل وهذا المبين الآن حليلويا دائماً بكل 12 هناك شيء يهوزة يعني إن شاء الله لا يكون هناك ذلك، لكن دائماً يوجد يهوزة بمكان ما حتى يقولون أن الرسول كان واحد نتلميزه ديماس، الكتابة تحدث عنه يقول تركه، قال وراح للعالم دائماً يوجد أحداً يهوزة حتى كتابة تحدث لك، بآخر الزمان تعرف من سوف يسلمكم، قال ناس كانوا أخوة دجالين، قال أكتر شيء كان يديق لرسول بولوس، أخوة دجالين تعرف شو الدجال، كذب، مخادع، مسايس، ممتلئ، لابس قناع، ليس حقيقة يبدو لألك من أنه كله تمام، لكن الحقيقة ليس كله تمام، عنده أفكار غير الأفكار الكتبية، عنده أطماع، عنده أجندة، عنده غايات يريد أن يصل الله على صحة السادس من سفر أمثال، تقرأ هذه الكلمات، تقول ستة أمور، أي ستعاش، يمقطها الرب، قل معي يمقطها الرب لا يمكن أن يقول شيء، أقول يمقطها الرب بعض مرة هناك إشلحة هذه عملية وسعة، أوي 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 يمقطها الرب، أقول يمقطها الرب ستة أمور يمقطها الرب، وسبعة مكروهة لديه أفتلع الله يكره هذه الأشياء، هناك أشياء الله يكرهها، هناك أشياء الله لا يحبها، يكرهها، لا يمكن أن يرى تزعجوا لربنا، ما هي هذه الأشياء التي تزعجوا لربنا؟ لاحظ، قال العينان متعجرفتان، يمقطها الله، لا ترى أحد يكره هذا الموضوع الرب تبدأ يتكبر، ستصبح عدو الله أحد يسمى عليه الآن؟ أحد يسمى عليه الآن؟ هنا، ما هذا هنا؟ عينان نعم؟ يكرهها، يكرهها، يكرهها يكرهها الرب، ما هي؟ عينان متعجرفتان، لاحظ لسان كل واحد ينكز لحد يقول له يكهرب، يعني تعرف ما أنا، يعني، تخيل الله لما أنت بتكذب، لما أنا بكذب، لما أي واحد فينا بكذب، رح يعمل كل شيء لا يفضحك، تعرف لماذا؟ لأنه يكرهها الكذب نعم، المشكلة إنه اللي يكذب بصير بده يكذب مرتين لغطى الكذب اللي كذبه مضبوط؟ نعم، وبعدين إنه بيكتشفوا هذا الغطى بهم، بيكذب كذبه أكبر بعد، نعم، بتبلش بشيء كثير بسيط، ما له أي معنى، تنتهي بأنه نزل فيولي على الأرض، صح؟ لا، لأنه حبل الكذب دائماً أصير، لكن بالحقيقة حبل الكذب، لا ينتهي، لا ينتهي، لا ينتهي، لذلك كون شجاع، وحكي الحياة مثل ما هي، مثل ما هي، ما تزيد وما تناقص، لأنه الحق يحرر، إسكان الحق يحرر، هذا يعني بأنه الكذب، شو بيعمل؟ نعم، الشخص الذي يكذب هو مقيد، نعم، ما بيقدر يعيش حريت المسيح، الحياة اللي بالمسيح يسوع، نعم، ما عنده شي خبيه، لأنه إذا أنت عايش بكذبة دائماً أتحاول تخبي، ليش إذا أنت ما عندك شي تخبيه؟ ما عندك شي تخبيه؟ هاللويا، ما هيك؟ قال ليس هذا رائع؟ ما عندك شي تخبيه، كان الناس يجد في حصنة، تعجي بلوب حصنة، تعطع بروم، بروم عغراضي، دور، بحبش، ما عندك شي تخبيه؟ هاللويا، أمين؟ اللسان كاذب، يدان تسفكان دماً بريئاً نعم، ريم تقول الآن هاللويا خي، هذه أنا معملته مجداً، اوه، طلعنا في شي واحد يزمطنا منه، نعم، بيسألك سؤالين، في شي مرة اشتركت بمؤامرة على حداً وهو بريء؟ لا، لا أقصد مؤامرة أنك تقلب حكم يعني ببلد، ليس هذا اللي يتحدث عنه، يتحدث عن مؤامرة ربما بالعمل، تطير واحد من الشغل، اشتركت بلعبة دنيئة، من أنك عرفت أو ما عرفت، يعني كنت جزء من مخطط جهنمي لأنك تؤذي حداً، لأنك تتحدث عن حداً، لأنك تؤذي سمعت حداً، تسفك دم بريء، هذه ربما ما قتلته لكن قتلته، لا أعرف إذا ستكون لك تقول أننا نزمطين، هلالوية، سنظر مننا بسرعة، أربعة، قال له، لاحظ، وقلب يتأمر بالشر، يتأمر بالشر، تعرف هذا يهوز، قلب يتأمر بالشر، من قلبه داخله دائماً، تعرف لك تشفتوا يا أحبائي، أنه ليس كل الناس تفرح بأنك أنت ناجح، نجاحك لا يفرح الناس، لا يفرح الناس، الناس تصبح بدأت تعمل أي شيء حتى تؤذيك، لأنه بالحقيقة لديه مؤامرة، تعرف لماذا الشخص الناجح ينزعج منه شخص لا ناجح؟ تعرف لماذا عادة هيك؟ لأنه بالحقيقة عم بدينه، عم بحاول يقول له أنه بالحقيقة ما عندك حجة أنك ما تكون ناجح، صح؟ مظبوطة ولا؟ هل تصبح يقول لا لا أنا لازم هذا نزل وحطين يصبح مثلنا، نا وعادة لما يصبح مثلنا، خائي أنا برتاح، كلنا مثل بعض، خائي، ها شفت الرب نعمة الله، هلالوية، أشوف واحد لا مش مثلك، لا لا واحد منتصر، واحد فرحان، واحد عم يخترق بحياته مع الرب، واحد عنده كل مقونات الحياة دائما، تعرف شو قال بورس رسو قال نحن دائما فريحون، دائما دائما فريحون، نعم بتعجبني كلمة دائما فريحون، ما رح يجي نهار تلاقينا، ما رح يجي هيك نهار، عندي خبر لا لك، إذا عم بتراهن أنه ممكن يجي نهار، إنه واحد بدنا بلش غلطان، هذه الكنيسة اسمها كنيسة حيث فياضة، وهي فيها دائما فيها الحياة، وفيها الفيض، هلالوية، دائما، دائما دائما، قلب يتآمر بالشر، نعم المؤامرة، نعم بتعرف عادةً لما وانت بكتعمل مؤامرة بكتخطط له، صح؟ لا تعرفش يعني بكتخطط له، بكتوقع تفكر، ليه فلين هيك؟ نقود بلش تحكي عليه، شربل، لازم نلقي طريقة لهذا الفلين، نصفي، نقل لربما ما منصفي مثل ما أنت عم تفكر، يعني مش قتل، لكن بتصفي بطريقة روحية، وتجد أن هناك أشخاص بدلاً من حرباً مع إبليس، تجد أن يحارب البشر، تجد أن تعرف رابعة أخرى مفتاح يا أحبائي، دعوني لكم هذه هي من الجمل الرائعة التي سيقوم بحاملها كل أيام حياتي، وأنا أريد أن أعطيها لك اليوم، أريد أن تعرف واحدة من أسباب نجاح الإنسان، أنه دائماً ينظر بأنه حرباً ليس مع الناس، حرباً ليس مع الناس، حرباً ليس مع الناس، حرباً ليس مع الناس، حرباً ليس ضد اللحم والدم، حرباً ضد إبليس، حرباً ضد إبليس، لذلك تعرف ماذا؟ يصبح عنده رديد فعل إبليس أن يستخدم حدن ضدك، لأن عادة إبليس عندما يستخدم حدن ضده، كنت بتحارب هذا الحدن، ينبس إبليس، يكيف، وصل لغايته، صار هو أديك عم بحاربك، وأنت عم بحاربه، لكن عندما تعرف أنت لا ترد، وحللويا، النجدة، وربو الصندحة تكتيح، وإذاً تقول بعد، حللويا، ربي باركك، أخذ هذه 100 دولار، يبدو أن تهضني في رسالة، وفجأة تبرم وجهك على هذا الرجل، وتبدأ، وتفتح حارب على الشيطان، نعم، يبدو أن يفكر فيها مرتين الشيطان من خلال حدن بعد، نعم، بل حقيقة تصبح تعرف أنه هو المقصود، صح؟ نعم، تذهب على المخضع، وتفتح حارب روحية، وتضع الشيطان تحت شريك، تقول إبليس أنت، لا يمكنك أن تستخدم إخوتي ضدي بإسم الرب يسوع، لأن محبة الله في داخلي، تنتصر على كل أمور الشر، هللويا، هللويا، مجدا، 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 قلب يتأمر بالشر، تنتصر عليه بالحب، نعم، 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 وقدمان تسريعان بصاحبهما لإرتكاب الإثم، ركض على الخطيئة، نعم، 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 خمس دقائق، نعم، 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 أين، أين، فجأة كل حواسه يا أخي التوعى، يحدث معك 100% فجأة، فجأة مستعد يسهر للصبح، لا يوجد مشكلة، قدمان تسريعان بصاحبهما لإرتكاب الإثم، لاحظ، 19، وشاهد زور ينفس كذباً، تروح تشهد بالزور على حداً، حتى لي ترضي حداً، لأنه مصلحتك مع حداً، وأخيراً لاحظ، ورجل يزرع خصومات بين الإخوة، ورجل يزرع خصومات بين الإخوة، أريد أن يزرع خصومات بين الإخوة، أريد أن أقول لك، سمعوني أحباً، لا يوجد كنيسة في العالم كاملة، أريد أن تصمعوني أحباً، هذه الكنيسة كانت كاملة لنهار الذي أأتي، حلالوية، تصمعوني أحباً، صح؟ مضبوط؟ لنهار الذي أأتي، هذه الكنيسة تكون كاملة لما لا يكون فيها أحداً، أكمل الكنيسة في العالم هي الكنيسة الفاضية، فيها فقط يا سوا، لا يوجد أحداً، طالما صار فيها أنا وأنت، هذه الكنيسة تبطلت، صح؟ لماذا؟ لأنني ليس كامل، أنا عباس، صح؟ أنت ليس كامل، هل أنت كامل؟ هل هناك أحداً كامل؟ نعم، لا يوجد أحداً، دائماً في كل الكنيسة تجد شيء تتحدث عنها، كل الكنيسة، هذه الكنيسة، الآن، إذا أردتكم أنني أتحدث عن هذه الكنيسة، أردتكم أن أتحدث؟ هذه الكنيسة حبيبة قلبي، موه، على كل واحد فينا، لكن كل الكنيسة فيها شيء ناقص، والله عادة يا أحبائي، يسمح بأن هذه الكنيسة لا تكون كاملة، تعرف لماذا، ستقوم بتأتي لديه، لأنه هو سبب الكمال الذي فينا، ستقوم بتغطينا، صح؟ جيد؟ نعم، إذا لم أكن لدينا أختيار الكنيسة التي تجدني أن أذهب معي، هناك الناس يقولون أنني أترك هذا الكنيسة، كما يجب أن تذهب إلى الكنيسة، ثم يذهب إلى الكنيسة، يا عزيزي، ما رائعاً، ما رائعاً، بعد 6 أو 7 شهر، لا تتحدث الكنيسة، أولاً، معادة هي تكون واو ممسوط كانت كل شيء لكن بعد فترة تبدأ تكتشف شيء يبقي أينها يبقي أينها يبقي أينها هؤلاء ما يفعلون لكن المشكلة بتعرف شيء يا أحبائي أنه لمدة مرة لو كل إنسان بدل من تبدأ مدعونا سيبدأ يعمل بالكناس يأكتشف بحاله يعني مرحبا للآخر لانهما لم ينتقل أكثر على الحالات ويجبك بأنهما كان قد أخبرت كله الثالث أعادته أنا كما تقول الكتاب إن كنا قد حكمنا على نعم طلب هذا كله إن كنا قد حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا لا يبدأ الإصلاح فيك بدأت هذه الكنيسة تصير كاملة لا يحتاج أنك أنت تصير كامل هذه الكنيسة تصير كاملة لما أنت وأنت 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 كل واحدة تصير كامل شفاً كيف يبدأ؟ شوية صغيرة يعني لا يمكننا أن نصل إلى مستوى فارس لكن نحن نحاول نحن نحاول أعطينا فرصة هل هيك؟ نحتاجين أن نتغير لنصير كامل فارس هللوي أن نصير كاملين هللوي سمعوني يا أحبائي أولا كنيسة بالعالم كاملة لكن تسعى إلى ياسوع نعم المشكلة الآن المشكلة هي أنك تكون بالكنيسة لأكتر شيء مش من شيف أنت فيها حالا عم سمع ليه لأن كل واحد يريد أن يبحث عن الكنيسة لهو مش مبين فيها البقع وعادة الكنيسة اللي ما بيبينه البقع طبعك بتكون كنيسة معتمة حالا عم نعم 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 هل هنا لا يريد للمشاهدة، كل الشخص يطوا بيه Lui لأنك أعمى بين عميين، أو أعوار بين عميين، مبسوط ما حلو؟ أنت الوحيد ولكن الكتاب يقول أعمى، يقود أعمى، يسقطان معاً أخبركم نكتي في مرة واحد راح على الدلس دلس كل شيء كبير خبرونا ياهم بارح واحد أسيس أمريكاني بقى كل شيء كبير بدلس كل شيء كبير وأصرروا كباية كولا أم جيبولو كباية كلها الأده سوف أقول كدير هذه الأده يعني نصروا كباية كولا أم جيبولو كباية كولا دي قالوا أنا طلبت كولا العادة قالوا هي العادة أنت دلس كل شيء كبير بعدها طلب الطيس ناحية ويأكل شقة لحمي أم جيبولو والأده واحد يأكل لا لاستطيع اكتشف مالتي و لكن لا يبقى ان تنسى لا تنسوا لكن مرة أخبركم تذهب الن twenty i انا اطلبت تقفة لحمي قال انتهى بـطلاسون كل شيء كبير لسهى بطلاسو ثم قالت هى قد يبقى ما هي اريد أن تذهب إلى الطعام وين قاله هنا هو اول باب عيدة كمين راح فاتك تلع هي دلته غلط بدل ما يفوت عطولات فات على البسين بقى ما تقول له تاني باب قلت له اول باب ركت ورأييي بقى تقول له سوري بقى تاني باب هي الطولات بقى ركت يفوته بقلب الطولات عم بيسبح الا بليز ما تشد السيفون من المعرفة كل شي كبير ما يا حبي اذا انت حاسس انه اوووو كل شي تمام لان الله يريدك ان تباليس تنظر الى نفسك تنظر الى حياتك الخاصة تباليس تشتغل على حياتك الخاصة تباليس تكون جزء من المجموعة لما احدا عب يجي بيحكيك من اجل حياتك الخاصة وخاصة اذا كان قلبه راعي وخاصة اذا كان قلبه يحبك وخاصة اذا كان عب يفكر فيك للافضل وخاصة انه ما عنده اطماع وما عنده اي غاية وما عنده اي شيء غير انه يحبك يحب الراعي يحب يحب لجمع هذه الرسل هو شخص يحب يحب أنك تكون مصمر جدا يحب أنك تكون شخص منتج بكثرة يحب أنك أنت تكون شخص بالارتفاع وناجح وكل هذه الأمور ومشان هكذا الآن بعض الأحيان يمد يده لكي يشفي يمد يده لكي يزيل بعض البقعة يمد يده لكي يتعاون معك وأنت معه لك هذا هو الوقت الآن بأنك توقف تنظر إلى الآخرين هذا هو الوقت بأنه تعرف بأنه أنا وأنت نفوس ضالة ونحن ما نحن إلا بالنعمة نعمة ربنا يسوع المسيح لأنا وإياه أنا وإياك الآن لوما النعمة كنا من نسوة كعكة ما هيك؟ صحي ولا لا؟ فيش حدا فيقول لوما نعمة الرب كان بيستيهل شيء؟ إطلاقاً لوما الصليب أنت كنت بيستيهل شيء اليوم؟ نعم هو اللي عملني شيء هاللويا إذن له كل المجد هو الوحيد الكامل نعم لذلك الآن واقف أن تنظر إلى الآخرين يهوز هو الشخص الذي يريد أن يفتن يهوز هو الشخص الفسيد ما هو الفسيد؟ نعم ليس فسيد بأنه أخي فان على حد لا فسيد يريد أنه يقزي يروح بينقل أخبار بينقل أخبار للآخرين لماذا؟ لأنه يريد يقزي الناس يقزي الناس على قايتها بعضها ببعض يكره أنه يروح يخبر الأشياء التي لا يجب أن تتخبر حتى لو كانت حقيقة سمعني شيء يقول لك الآن الرب يسوع هو الشفيع بتعرف شو الشفيع؟ ليغطي ليقف بالصغرة ليحمل العار هذا هو الرب يسوع هذا هو الرب يسوع مجدا والبيقعد بيصلي 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 يا أحباء إذا أردنا أن نرى النهضة ينبغي أن نقتل اليهوزة التي فينا أجندة لا أعرف ما لديك أنت بداخلك ما تفكر ما أطماعك لو لم يبدأك توصل هل أنت جزء أو لا جزء؟ هل أنت جزء من العائلة من الكنيسة؟ أو لا أو أنت بعدك اجر بالبور اجر بالفلاحة؟ هل أنت جزء من الرؤية؟ هل أنت جزء من المجموعة من كل قلبك؟ كل شيء فيك كل حياتك بمعنى آخر تحب كنيسة الرب لا يا أحبائي هناك ناس يقولون أنا أخدم يسوع أنا أتبع يسوع أنا أمشي مع يسوع لأنك تخدم يسوع هي أنك تخدم كنيسة يسوع يقولون الرسول تعرف ما قال بكلوسيا لأنني خادم لكم لا المعروف إذا تريد طلب لحدك يقول لك أنا خادم لك كل واحد كل واحد أنا خادم أنا هنا لأخدمك قالوا أنا هنا لأخدمك اليوم مظبوط؟ ما هذا يعني؟ ما هذا يعني؟ أنا تحت أمركم شباب أنا أشبتكم بامي هللويا أنا خادم هنا أنا خادم لدي يسوع أنا وأنتا اليوم سيبدأ yggد في هذا الاسلوب المعتبرين الثاني أفضل مني بكثير ماعتبر ... طلع مجددا بالهدا يقول له ليه كذا انت أحسن مني بكثير له ما هذا فارس لأنه فارس أحسن منه كلنا بس بس كلكم اتطلع وقلون انت أحسن مني بكثير كل واحد كل واحد اغلاف طلع ما هذا يحكي معين ما هذا يطلع فيه طلع بالهدا كله اغلاف مصبوط مصبوط ما يحدثني هناك مرة خبروني هنا في الكنيسة جواعي قالوا له لأحدك أنت أحسن مني بكثير قالوا أنت أحسن بكثير قالوا أكيد أعلم لا لا تعملوا هكذا قالوا أنت أيضا أحسن مني بكثير مجدا 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 أنا وأنت يا أحباي نبدأ المقدمين بعضكم على بعض بالكرامة نبدأ متحمل وعندما أرض تفضل ليس فقط إليها في الفوط على جميع ليس فقط إن varied عندك إليها الإجراء سوسط ليس فقط أجدكم في لتماعي ما هذا TOEIN إن تتمنى إليك قبل أن اكل شيء جيد تتمني إليك أليس هذا رائع أليس هذا رائع بأن أكون مجموعة في طبخة محطوطة على الطاولة تتأكد أنه لكل أكل بعدين أنت تأكل هذا ينبغي أن يكون فيك قلب رائع هذا ينبغي أن يكون فيك قلب رائع أحد تسمع لي لأني أنا بالآخر أنا آخر واحد أضعني آخر شي أنا مهم أخي أهم وقبل أغس دعاف النفوس قبل أهم أهم وهذه المحتاجة لأنهم يهتم فيهم أكثر تعرف ما قال بولس رسول بكرينتوس رح بني هون الله راجع مجمع نكمل بولس رسول تعرف ما قال حتى أن الأعضاء الضعيفة تجد اهتمام أكثر صح مضبوطة ولا لا قال الأعضاء الأضعف تعرف ما أضعف أعضاء بجسد الإنسان هي الشعر والضفير تعرف أن تلت تربع مصرياتك تصرفيهم وخاصة السيدات شعرك وضفيرك كل يوم يهتم الضفيره وشعره كل يوم يقف الصبح مع أنه أضعف كل يوم يهرهر يعني شعر وضفيرك ما قاله الأهمية شعر وضفيرك لكن أكثر شيء قال يحصلوا على الكرامة أكثر ما رأيته أحد الصبح متأكد أنه عينه محلة وقف في دم المريع من نظف عينه شيلة رجع على يشوف أنه مضبوطة مع أنه العين أهم من الشعر صح؟ مصبوط؟ مصبوطة مصبوطة وليبقى مشروع رب يسوع لكنيسته في هذا المكان حاللويا كل مشاريع خاصة نعمل يافطة يافطة فليسقط كل مشروع بإسم رب يسوع لأنه بالحقيقة بتعرف شوية أحبائي حتى لو عملت شو مبدك حتى لو تخلي هذا المشروع الخاص طبعا كمشي رح بتموت أنت ويا لكن مشروع رب رح ضل ماشي حاللويا حاللويا يهوزة ما عندنا سمعنا عنه لكن رأينا بطرس رأينا أشخاص اللي كانت بنظر يهوزة يمكن سخيفة لك البطرس ببادل يحكي يمكن يهوزة كان يقعد ينتقدو لبطرس لك بطرس يا خيب لك بدك كثير لك تصير مثلي تعلم قدي تعرف أنا وين بخرج صياد سمك مثلك زي يحكي معك يهوزة أنا بطرس بدك معمل لك واسطة بعرفهم كلهم لكن رأينا من أصبح بطرس الرسول ورأينا من أصبح يهوزة دعونا وقف مع بعضنا اللي يا رب انزع عني الآن كل غش كل سمار الجسد كل أطماع كل أجندة خاصة كل نميمة كل كلام سيء كل حسد كل فتنة كل مؤامرة كل انزع عني يا رب كل كلام سيء أتكلم فيه على الآخرين باسم المسيح ارفع يديك الآن اللي يا رب حط فيه قلب راعي نعم أنا أريد أن نصبح صانع تلميذ نعم فيه أشخاص في هذه القاعة رب عم بيقول لي فيه أشخاص عنده احتياجات خاصة ربما فيه أشخاص فيه أشخاص مرضى فيه أشخاص تعاني من أمراض فيه أشخاص تعاني من مشاكل في البيت فيه ناس عندها مشاكل بالشغل فيه ناس عندها مشاكل بالعيلة فيه ناس عندها مشاكل شخصية مش عم تقدر تحلها ووصل لدرجة أنه يعني عنده فيه ناس عندهم خطايا مزمنة مع بيقدروا ينتصروا عليها ولدتهم مرارة وتعب وبالآخر فشل وأحباط وبالآخر قال لك مش رح يمشي الحال وكل هالمساء الآن أعلن نعمة الرب على حياتك الآن أنا أعلن النعمة الآن لا لا كله الله يحبك على كل أحوال وبيقبلك على كل أحوال على كل أحوال هللويا أرفعي ذلك الآن واشكره من أجل هذه النعمة شكريه من أجل هذه النعمة أشكره على حبه الآن عادي ينسكب على حياتك عم ينسكب على حياتك الآن الآن إذا أنت عندك أيضا طلبات خاصة الآن تعرف شو بلش يهتم بأمور الآخرين الرب بلش يهتم بأمورك إذا أنت عندك مرض وبدأ كل الناس يجي تزورك أو كل الناس يجي تهتم فيك ومرضك هو الأساس صار المرض هذا إله في حياتك تعرف شو لازم تعمول بلش أنت طلاع من هذا الجو طبعا روح زور حدا مريض روح قدم لحدا مال روح ساعد حدا روح مول شيء الآن وقس بلش تعمل هيك ترعى آخرين الرب رح يبقى لك أشخاص ترعاك وتهتم فيك وأيضا تصلي لك وبتشوف ناق في أشخاص رح بينزال المرض من حياتك لما بتبلش أنت تصير بالآخر مشكلتك العائلية رح تنحل لما بتحطها على المسبح قدم الرب وقتبلش أنت تروح من أجل الرب يسوع مشكلتك بالشغل رح تنحل لما أنت بتاخد الإنجيل بجدية وبتاخد يسوع بجدية تقول أنا ليسوع أنا أعمل تلميذ أنا أخدم الرب ورح تشوف أنه الشغل رح بصير بكثرة ما رح تقدر تلحق عليه اعلن اعلن هذا الآن ارفع يدك واعلن اعلن بأن بركات الله سوف تنسكب على حياتك إذا أنت بتبلش تهتم بشؤون الراب إذا أنت تنزع الأجندة الخاصة اللي بحياتك إذا أنت تنزع المؤامرة اللي حاطتها إذا أنت تنزع الانقسام اللي تريد أن تقصم في الآخرين إذا أنت تنزع عنك السلبية إذا أنت تنزع عنك الحسد والنميمة والنقمة والغيرة إذا أنت تنزع كل هذه المسائل وتبلش تحب يسوع حب يسوع معي الآن يا أحباب هو بينحب سدوني بينحب يسوع الآن اشكره من أجل النعمة ارفعي ذاك الآن واشكر يسوع من أجل النعمة هاللويا 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 مجدا 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 نعم أنا تابع أنا تابع عالن أنا تابع مية بالمية أنا جزء من العيل مية بالمية مية بالمية أنا جزء من الخطة مية بالمية مية بالمية أنا تابع مية بالمية نعم وأنا أصنع تلميذ أيضا نعم فيني قوة الآن أن أؤثر ولا أتأثر أعلن أعلن أعلني حاللويا الروح حاللويا مجدن 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 بدي فريد تسبيح نطلع الآن جميعا جميعا الآن نعلن كمل أعلن هيك ارفع يديك وأعلن من كل قلبك كله يا الله تعالى أعمل فيي يا الله أنا من دونك لا شيء نعم 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 والآن شيل عيونك عن الخطي نعم الآن بلي سمعوني أحبة تعرف جزء الرابعة أعطاني مفتاح جزء من الناس اللي مش قادرة تنتصر على الخطيئة إنه عيونك كل الوقت على هذه الخطيئة لكن شيل عيونك عن الخطيئة وحتى على الرب تلاقي الخطيئة رح بتزول لحالة ثولة تعرف شو قال كتاب المقدس قال أسلكوا بالروح فلا تتمي مشهوة الجسد ذلك قدش بسيطة نعم المشكلة إنك كل الوقت عم تصارع حتى اللي لا تتمي مشهوة الجسد وعم تصارع وعم تصارع وعم تصارع وكل ما صارعات اللي يتحالك كل ما بتسقط نعم بس الحل كتير سهل أسلك بالروح لعشان يبلش حط عيونك على يسوع حط عيونك على يسوع عبده الآن كل واحد يك لين نرفع ذاك وبلش عبد يسوع حب يسوع الآن حاللويا 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 ماش دان ماش دان حاللويا أنا محتش لمسة روحك تغيرني أنا محتش لمسة روحك أنا محتش لمسة روحك تغيرني وأنا محتش لمسة روحك تغيرني حاللويا أنا محتش لمسة روحك تغيرني حاللويا نعم نعم اسمي سوف يكون مكتوب على يدك رب تغيرني كل هدو حاللويا بحررني وأنا محتش لمسة روحك ويشوف اسمي على كفوفة بتخل الأسر وحقك بيحرر جميع الناد إن كنت ضعيف قوين إن كنت حزين عزيني إن كنت خاطر بغرقني مش مش ميني اللي اسمي سلطانك وريني مشت جلالك وغمر قلبي بحلالك إن كنت ضعيف قوين إن كنت حزين عزيني إن كنت خاطر بغرقني وش مش مش ميني إن لسني بصنطانك وريني بشد جلالك وغمر قلبي بحنانك انا ارويني اش لمس تروحك تغيرني انا محتاج يا يا صعد اما تطفرني انا محتاج لمس تروحك رب انا محتاج لمس تغيرني انا محتاج يا يا صعد اما تطفرني وانا لما اجي واشوف اسمي عليك كوفة بتفك الاسر وحق بيحررني وانا لما اجي واشوف اسمي عليك كوفة بتفك الاسر وحق بيحررني ان كنت ضعيم قويني ان كنت حزيني ان كنت خاطر ايدي مش فقيني ارويني 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 بأمر حياة الان باسم الرب يسوع بأمر حياة انهار حياة الروح القدس الان ان تقتحم قلبك وتملأك بانتعاش غير عادي الان انتعاش غير عادي الان يقتحم حياتك انتعاش انتعاشك بوردي روحي الان باسم الرب يسوع تنعش كل موت فيك اليوم نهر الله يقتحمه بالحياة نعم نعم شجرة حياة سمرت 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 كل شخص الان يطلب وينال من الرب يعيش شجرة حياة تسمر له اربع وشرين على اربع وشرين نعشر شهر بالسنة شجرة حياة تكون بالارتفاع كل حين نعم كون فرح دائما ممتلب الفرح والحياة قادر ان تعطي دائما قادر ان صلي دائما قادر ان تقرأ دائما قادر ان تخدم دائما قادر ان تعيش دائما لرب كل موت يزول اعلن الان ايها روح القدس يا رب ان تأتي يا روح الله وتضع يدك على كل واحد في هذه القاعة نعم نعم الان اصلب بنا يد روح القدس الان تأتي على كل موت فيك الان وتزيله باسم يسوع حلالوية حلالوية حياة 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 باسم الرب يسوح ان كنت ضعيف ارفع يديك لها ان كنت عزينا عزينا ان كنت خاطئ يا رب ان كنت خاطئ يا رب بريني يا يسوح وشميني حياة وشميني حياة حياة وشميني وشميني شبع وارتواء الآن لشعب الرب سلام لك الآن من قبل رب سلام لكل واحد شعر كلمة من الرب لكل واحدة بلك حبيبة حبيبتي انت محبوب عم تصارع بهذه الخطيئة لهذه الرمز لأنك تحب البر تحب البر أبغطى الاسم وتحب البر لكن انت محبوب انت بالنعمة لا تخل انت منتصر معي انت لقلي مش لقبليس حياتي سوف تملأك لأيام القاتية سوف تمتلق من الحياة امتلق 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 من التمام من روح الحياة روح الحياة شعر بمسحة الراب في هذه القاعة الآن امتلق من روح الحياة روح الحياة مجدا 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 فجأة انتبلش تعبده كما ليس من قبل فجأة انتبلش تحبه كما ليس من قبل فجأة انتبلش تخدمه وتصلي كما ليس من قبل فجأة انتبلش تعطي كما ليس من قبل فجأة أن بلش تعيش لقاله كما ليس من قبل روح الحياة يملأ كل واحد اليوم يا نهر الله تدفق على هذه الكنيسة تدفق على هذه الكنيسة تدفق حسقيال رأى النهر ومحل ما كان يشي النهر كان يجيب معه حياة نعم نهر الراب الآن يزور هذه القاعة بالحياة حياة لك الآن فرح 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 سلام سلام حرية اتصال كل دينونا تزول كل محبة العالم تزول فرح الرب فرح الرب أوه أوه حاللويا أوه رأس يلي رندس حاللويا 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 ارفع ذا كلين واهتف له للراب اهتف حاللويا فليم لأكلين نهر الحياة فليم لأكلين نهر الحياة حاللويا 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 أكثر 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 أكثرcscusa الآن سلطان الله لنا شفاك من يدك الآن أنهار بيان لنا حياة من يدك الآن سلطان الله لنا شفاك من يدك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة